نروح للزمالك مرة تانية لكن على مستوى الفرق الرياضية وفريق الكرة حاليا في اجتماع بيجرى ما بين مستر خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك والكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك الغرض منه مش عايز أقولكم بس أنه وضع خطة لإعداد الفريق قبل بداية الموسم لأنه بكل تأكيد زي ما قلنا مبارح بنضيف عليها أن أسوريو بدأ يشعر بالقلق فهو يحتاج لمن يطمئنه على الوضع أو من يشرح له المشهد كاملا ليقرر مصيره بدليل أنه كان مسافر النهاردة وأجل سفره فاجتمع النهاردة بل بيجتمع مع الكابتن عبدالواحد السيد لرسم كده مشهد واضح يفهم به الزمالك إلى أين وبعد ما يعرف المشهد هيكون هو بيحدد موقفه لأنه الحد أول مبارح وهو مسافر كان مسافر على أنه راجع فبتأجيل السفر عايز يعرف لما يسافر هيرجع ولا مش هيرجع رحيل خمسة لعبين بتوصية من أسوريو على سبيل الإعارة كلهم رغم فكرة القيد المغلق على الزمالك اللي قد يفك إذا حلت الأزمة المالية وقد يستمر ليناير إذا لم تحل الأزمة المالية اللعيبة طلع إعارة بقرار أسوريو هم حمدي علاء ومحمود شبانة قلنا قصة أنه هم انضموا إلى سموحة عبدالله جمعة لسه في بعض العروض ربما من أبرزها البنك الأهلي إلى جانب كمان محمد خضري اللاعب الشاب وأحمد محمود أيضاً اللاعب الشاب وكلهم على سبيل الإعارة آخر اللاعبين أحمد محمود في احتمالات وتواصل أن ينضم على سبيل الإعارة لسيراميكا كليوباترا تبقى للاتصالات اللي تمت في الأيام الماضية في معسكر أكتوبر أكتوبر دي ليه مدينة السادس من أكتوبر مش أكتوبر شهر عشرة في أكتوبر المعسكر اللي هيعمل فيه الزمالك ستة أكتوبر هنا بداية من يوم 4 سبتمبر زمالك هيلعب ماتشين والديين الماتشين والديين دولت للاستعداد بقى للموسم الجديد المتوقع أن يبدأ ما بين النص يعني من أول بداية النص الثاني من شهر سبتمبر وحتى نهاية الشهر في وقت منهم سينطلق الموسم بإذن الله